هذه الأيام العشر بيّن نبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها فقال فيما رواه البخاري و مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلوات ربي و سلامه عليه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبه إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه و ماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء بمعنى أن العمل في هذه العشر الصلاة فيها قراءة القرآن الصوم النافلة و كذلك لو قضى الإنسان ما عليه من صيام رمضان إن كان عليه قضى الصدقة فيها صيرة الرحم بر الوالدين الأعمار الصالحة عموما في هذه العشر لها فضلها ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبه إلى الله من العمل في هذه العشر إذن العمل خلال هذه الأيام العشر هو أفضل من العمل في أيام رمضان أما ليالي رمضان فهي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة و بيّن الله جلّه على ذلك فقال سبحانه وتعالى و اذكروا الله في أيام معلومات فالأيام المعلومات هي هذه العشر من ذي الحجة يسألني و أيها الإخوة و الأخوات أن نكثر فيها من التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد أكثر من هذا التكبير في كل موضع و في كل مكان كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه و كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخرجان إلى الأسواق في أيام العشر فيكبران و يكبر الناس بتكبيرهما يعني يسمع الناس تكبيرهما فيكبران بتكبيرهما يسمعهم يقولون الله أكبر الله فيبدأون يكبرون مثل تكبيرهم و كان عمر رضي الله تعالى عنه في ميناء يأتي إلى ميناء مبكرا خلال أيام العشر للحج فيأتي إليها و يجلس في خيمة يعني يعتمر عمرته التمتع و يجلس ينتظر بداية الحج فكان في خيمته رضي الله تعالى عنه في ميناء و كان وهو في خيمته يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فكان يكثر من التكبير فيسمعه الذين في خارج الخيمة فيكبرون ثم يسمعه الذين وراءهم فيكبرون حتى ترتج من تكبيرا فيسلن الإكثار من التكبير كبر و أنت في بيتك كبر الآن و أنت تسمعني علمها أولادك أن يكبروا إذا خرجت إلى السوق فكبر إذا خرجت إلى المستشفى فكبر إذا مشيت إلى المسجد فكبر إذا صليت في المسجد فكبر ليكون هذا التكبير هو هجي راك يعني هو الذي تشغل به لسانك خلال هذه الأيام لعل الله جل وعلا أن يكتبك فعلا مع المقبولين يسن في هذه الأيام أن يعمل الإنسان و الأعمار الصالحة عموما سواء قراءة القرآن أو الصيام و قد جاء عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم صائما في أيام العشر قط لكن ذكر الشراح كابن حجر و النووي رحمه الله و غيرهما ذكروا بأنهم يعني بأن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأت هي و النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان له عدد من النساء و بالتالي اليوم الذي جاء عند عائشة لم يصم فيه لكن صام في غيره من الأيام كما جاء عن حفصة رضي الله تعالى عنه و عن غيرها عن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أنهن ذكرن أنهن رأينا النبي صلى الله عليه و آله و سلم صائما و بالتالي أيها الأحبة الكرام الإنسان إذا صام خلال هذه الأيام فله فضل سواء صام هذه الأيام كلها أو صام بعضها فلا بأس عليه كذلك مما أتوقع أنه يجري في أذهانكم و ربما أيضا قد يرد علينا من خلال الأسئلة أن بعض الناس عليهم قضاء من رمضان الماضي و بالتالي يسألون يقولون إذا كان عندي قضاء من رمضان الماضي و أنا أريد الآن أن أصوم هذا القضاء خلال هذه الأيام كمن عليه قضاء مثلا و أراد أن يقضيه في يوم اثنين و يوم خميس مثلا لفضل هذين اليومين مثلا يعني فلا بأس عليه في ذلك كذلك من أراد أن يصوم هذا القضاء خلال هذه الأيام فأيضا ليس عليه بأس في ذلك و هي أيام فاضلات فاضلات